فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أحد طلبة العلم في كتاب له أن من ذهب إلى الميت وطلب منه الشفاعة دون أن يصرف له عبادة أن هذا لا يسمى شركا وأن هذا خلاف بين العلماء هذا عبادة شلون هذا عبادة ذهبوا للميت وطلب الشفاعة من هذه عبادة هذه عبادة كيف يقول أنه لم يصرف له شيئا من العبادة هذا تناقض نعم وقد نسب ذلك يقول إلى شيخ الإسلام بن تيمية حذاب حذاب أشر نعم شيخ الإسلام بن تيمية ينهى عن هذا لكن كل شيء يعلق على شيخ الإسلام كل شيء الآن ولو حققنا معهم وجدنا أكثرهم كاذبين نعم لأنهم يشوفون أن الشيخ له مقام وإلى يقول شيخ الإسلام سلموا الناس ويريد أن الناس يصدقونه ويريد أن يقول قال شيخ الإسلام نعم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة